بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم من أكثر الحالات اللي بتراجعنا بصراحة بالعيادة الأدنية بعيادة الأدن والأنف والحنجرة هي النزف عن طريق الأنف النزف من الأنف حالة شائعة جداً غير مخيفة بأغلب الأحيان بتصيب الصغار والكبار أهم شي طبعاً نعرف نحن الأسباب الأكثر شيوعاً لحدوثها طبعاً ممكن يكون الرد الأنفي ممكن ضربة على الأنف ممكن الأجسام الأجنبية وقت اللي الأولاد بيحطوا شي بأنفهم ممكن عند المرضى الكبار يكون ارتفاع الضغط سبب كتير مهم تناول بعض الأدوية المميعة أو المسيلة للدم كلها هاي أسباب ممكن تأدي لنزف عن طريق الأنف طبعاً شو ما كان السبب اللي مقدة للنزف عن طريق الأنف أهم شي نعرف نحن كي بدنا نتعامل مع المريض اللي متعرض لهذا الحادث بالبيت ممكن نحن نعمل إجراءات مبدئية لبينما إما يوقف النزف أو نوصل لطبيب أو لمستشفى أول مرحلة وأول خطوة ممكن نعملها هو أنه نخلي المريض يكون هادئ نضغط على الأنف نخلي راسه ينزل لتحت ما يرفع راسه مش هما ينزل الدم اللي عم ينزل أو عم بيسيله من الأنف للحلق ويضطر يبلعه أو يتشكل خطرات وتطلع ويصير الرعب شديد بسبب كمية النزف أو الخطرات اللي عم تطلع منضل ضغطين على الأنف لمدة خمس دقائق لعشر دقائق عند كبار السن يفضل ناخد ضغط الدم إذا كان في ارتفاع بضغط الدم فمنعمل استشارة مباشرة عند الطبيب عند الأطفال ممكن نطول بالنا أكتر نضغط مرة تانية إذا ما وقف النزف نستعمل الماء البارد للتغسيل بمقدمة الجبهة أو فوق الأنف نستخدم كمادات باردة عن طريق تلج مع قماش مو تلج مباشرة طبعا على طريق العجلد ننطر خمس دقائق عشر دقائق ممكن نكرر الحالة مرة تانية إذا ما وقف النزف المفروض نستدعي طبيب أو نوصل نحن على المستشفى وناخد الاستشارة المهمة